السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج ريفت كان عندنا project browser طيب في الاركي كاد عندنا هنا project map يعني project map يعني كل الفيلات الموجودة والelevation وال3d والبروجيكت انديكس والليست والانفو وكل شيء موجود طيب انا لو عملت سيريكت على ground floor هبدأ يظهر عندي هنا لو دوست عليه double click هيبدأ يتفتح معي بالشكل دوت تقف على double click على الدور الاول يبدأ يظهر عندك الدور الاول لو في اي حاجة مرسومة تبدأ تظهر معك هنا في قلب المشهد بتاعي طيب لو جيت هنا والترو setting فبيبدأ يجيب لي الدور الموجودة انا عندي هنا دور ground بدأ من zero وارتفاع 3 متر الدور الاول بدأ من 3 متر وارتفاع 3 متر الدور الثاني بدأ من 6 متر وارتفاع 3 متر قدر اعمل insert فوق دوت insert above أو insert blue في الدور التحتي أو ألغي دور من الأدوار طيب هقول له اوكي هيبدأ يظهر لي كل الأدوار بالشكل دوت ولو دخلت فيه الفيشة من دوست برد جريك هيبدأ يفتح معي وهتلاقي كل الأدوار موجودة ولو فيه أي حجم رسومة زي مثلا حوقت لديه هيبدأ يظهر معي فيه الليل الافيشة بالشكل دوت جيما حقا حكمنا في الدور الأول. طيب واجه هنا ألاقي setting ولاقي هنا عندي LV point. تقدر تقوله reference id والname وتقوله create ل LV point. طيب لو رجعنا تاني للground. طيب أنا دوقات مسلا عايز أخش في 3D. عام select هيبدأ يظهر معي 3D. فيبدأ الinformation أو الخصائص تختلف. فهنا ببدأ يظهر لي الحاجة الخاصة بالكاميرا المسافة الدقيقة وهكذا. دي حاجات في البرسبكتيف. طيب لو فيه اعدادات للشمس الوقت بتاعها هيبقى امتى? وهكذا هقول له اوكي. هدوث على مرتين بحيث انها تصار معي بالشكل دوت. وكذلك لو عانا عند section أو elevation. من قرد ان انتقف هنا وتقول له setting. هيبدأ يظهر لي الاعدادات الخاصة بالelevation دوت. زي reference id. name and az. name. الماركر reference تقدر تعدل الاشكال دي كلها. تخلي ده الرمز بتاعه الماركر size تقدر تعدل فيه. تخليه اكبر مثلا. وهكسل.